فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية والغلو قد يكون في الأشخاص كفعل النصارى مع المسيح وقد يكون في العبادة كفعلهم في الرهبانية يكون في العبادة ويكون في الأشخاص فالغلو بجميع أنواعه وكذلك الغلو في الأحكام بأن يجعل المباح حراما أو المكروه حراما أو ما أشبه ذلك من ما يزاد في الحكم عن حده الشرعي فهذا من الغلو فالغلو إما أن يكون في الأشخاص وإما أن يكون في العبادات وإما أن يكون في الأحكام فنحن منهيون عن الغلو بجميع أنواعه لأنه أهلك من كان قبلنا أهلكهم سبب لهم الهلاك بسبب أنهم خرجوا به عن دين الله عز وجل إلى دين لم يشرعه الله عز وجل فأتعبوا أنفسهم في غير فائدة بل بما فيه مضرة مضرة عليهم عاجلا وآجلا فهم أهلكوا أنفسهم بالبدع وهكذا مآل البدع فإنها تهلك أصحابها وهكذا مآل الغلو فإنه بجميع أنواع فإنه يهلك أصحابه ترجمة نانسي قنقر